بالليل يا جماعة. الساعة اللي قبل النوم دايما بقولها ودايما بحذر منها. الساعة اللي قبل النوم دي مش معمولة عشان استرجع شريط حياتي السيء. دي جلد الزات والذكريات ده بتبقى معجنة يا دكتر زي ما بيقوله بجد ده بتبقى جلد الزات وذكريات كل حاجة وحشة. عشان كده بنقول خشوا على السرير بقى لو انت عندك مشكلة زي كده. اي بقى نعمل ايه? ادخل على السرير وانت امونحك ان انت لازم تنام وعايز تفكر شغل بقى افتحي كتاب اي همورك بتدي العقل الباطن بالليل. ليه المشاكل بتحصل للناس الجلطات والحاجات دي فترة الفجر. فترة اللي هي قبل. يا دكتر معلومة حلو عشان نمز علام. اه طبعا عشان نمز علام. فانا بقوله همورك بتدي العقل الباطن بالليل. واول ما يصحى كمان ما تفكرش اول من. ده دايما حتى لما حب بغير صفة سيئة ببني ايه ده. اقول له فكر بقى في توابع وفكر كده بالليل قبل ما تنام ادي همورك العقل الباطن ان الصفة دي انت مش حبيبها. والصبح كمان افكر فيها. فبتالي بقى المشاكل. انه في ناس فعلا بتصحى متضايقة. يعني بتالي ان ايه من النوع ده ان ايه عادة بتفكر 24 ساعة.